ما ضحو الموبايل ده كان في فئة الى اربعة تلاف جنيه اربعة تلاف تلاف سرعو كانا في المحلات وقتها من شهرين تلاتة. حاليا سرع الموبايل ده بيبدأ من اربعة تلاف وتمينمية لحد خمس تلاف ومية في المحلات. فكونوا انه يوصل الخمس تلاف فلا خلاص كده ما بقاش ليه مكانة بيوصل منافسين لان الاكسونس 850 اللي في الموبايل ده مش احسن حاجة وبيسخن من اقل حاجة ورغم كده ده ومش قوي رغم السرخونة اللي بيديه لك دي مع انه هو تماني انه مفروض بيوفر في الطاقة وهدف نفسه ماسخنش الى انه ده العكس تماما بتعافش نظام التبريد بتاع سامسونج معلنا الموبايل ده مقارنة بين منافسين فهو مش احسن حاجة فقط تحت الخمس تلاف عمتن الفئة دي هتلاقي اربعة تلاف تمامونج جنيه الموبايلين ممتازين بصراحة ريدمي تين وانتونكسوت حداشر اس اللي تين بيجو بنفس المعالج ميديا تيك جي تمانية وتمانين طبعا الميديا تيك جي تمانية وتمانين مقارنة بال اكسونس 850 بتاع الى تلاتاشر فلقت جي تمانية وتمانين في حتة تانية خالص وهتعرف الكلام ده وقوة الجي تمانية وتمانين بعد سنة مثلا بعد التحديثات والكلام ده بعد سنة او خمس ستة شهور هتعرف مين فيهم الاداو مستكر ومين فيهم الاداو بيقطع من اهلا حاجة طيب واحد هيقول للوقتي طب انا جاي بال اي تلاتاشر عشان الكاميرات انا مش بتاع لعب هو كاميراته الكويسة بالنسبة له المرضية اقول لك انت غلطان لو هتروح تجيبه بالسرع الحالي لو انت جبته من زمان اه فكاميراته كتا فهو خلاص كويس ومبروك عليك لما لو انت هجيب ال اي تلاتاشر دلوقتي بالسرع الحالي لأ يبقى حرم عليك بجد لان انت ممكن تزور الربعمائة جنيه بالزبط خمس تلاف وربعمائة وخمس تلاف وساتمية هتجيب السامسونج اي اتنين وعشرين من سامسونج برضك مش هضيك في حتة تانية خالص لا هي سامسونج باين ال اتنين وعشرين مقارنة بالا اي تلاتاشر فبرضك ال اي تنين وعشرين هتلاقيه في حتة تانية مقارنة في السيلفي مسلا هتلاقي تلاتاشر ميجابيكسل اعلى حتى الكاميرا الخلفية امانية واربعين ميجابيكسل مش بس كده لأ هيبتيجي بمثبت بصرة حقيقي ودي هتعرفها او في الصور اللي هي بتطلع منك سريعا كده والشطات السريعة دي هتلاقي بتتهز منك لأ الا هنا بقى في ال اتنين وعشرين والكلام ده مش موجود انت لو تعملت تتهز الموبايل مش هتهز معك وبردك ال اتنين وعشرين احسن برضك في الاداء حاجة بسيطة يعني حوالي عشر في البنية من ال اي تلاتاشر المعالج بتاعه جي ثمانين حلو مش وحش هو قومي جي ثمانية وتمانين زي الانفينيكس والشاوم اللي قلتلك عليهم بس انت بتاخد كاميرات ممتازة واداء برضك يعني ثمانية من عشر مثلا فهمني انما انت لو جيبت اي تلاتاشر بخمس سلاف ومية او خمس سلاف حالان فانت كده خلاص شكرا انت لو هتاخد اداء ولا هتاخد كاميرات ولا اي حاجة حرفيا فانت كانك بتاخد ترمي فلوسك في البحر فاي منطق او عقل او دين انه ادي لك التفكير ان انت تجيب الاي تلاتاشر وتسيب الاي اتنين وعشرين اللي اغلب ربعمل جنيه بس وشاشة اولد ومعالج اعلى وكاميرات خلفية احسن وسيل في احسن فهمني فمن سامسونج بعينها انا مش برشع لها شركة تانية كاعلانة او كده لا انا بقول لك كان من سامسونج بعينها فده كانت نفزة مختصرة كده عن الناس اللي فاكر ان انا عدو للسامسونج تلاتاشر امش عدو ليه لان هو اصلا في احسن منه من نفس الشركة بنفس الساعة يا عطب سيكده صلى على النبي لا 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 الله